العشائر العربية شرق الفرات عرضة للتهميش مجددة تتجاهل القوى الكردية المسيطرة على الإدارات الذاتية والقرار العسكري والاقتصادي مكونا عربيا غالبا في منطقة تشكل نحو ربع مساحة سوريا وتضم معظم ثرواتها النفطية وزراعية حالة غضب من تطمينات أمريكية لمجلس سوريا الديمقراطية بعدم الانسحاب وتلويح بتنشيط مقاومة شعبية في مواجهة المحتلين وأعوانهم مرفوض رفضا تاما موجود الاحتلال الأميركي والتركي والاحتلالات الأخرى كل هذه هذا مرفوض تماما يعني ونحن بهذا الوقت وهذه الظروف هذه لأمن نشجع ونزيد من الحماس من الشباب ومن الأهالي ومن العشائر تكون بوجهة بكلمة واحدة وموقف واحدة تجاه كل الاحتلالات هذه رافضين رفض تماما مواقف عشائرية تنطلق من التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادتها وأحقية مواجهة الاحتلالين الأمريكي والتركي وعملائهما سجل المكون العربي موقفا واضحا برفضه خطط التحالف الأمريكي بإنشاء قوة عسكرية جديدة شرق الفرات قوامها أبناء العشائر مخطط يرونه فتنة عربية كردية مرفوضة طبعا فصيل عربي إمكانية ضعيفة سعيدة تعطيها راتب معروف ولكن لحتى تضربه مع قصد لكي تضرب العرب الموجودين مع الأكراد بالمنطقة لحتى تعمل فتنة قبل انسحابها وتهيأ لأمور أخرى لا يزال الرهان على دور المكون العشائرية كبيرا في شمال شرق سوريا برغم المغريات ومحاولات الاستقطاب من تركيا والقوى الكردية دور قادر على تغيير المعادلات لصالح الحفاظ على وحدة سوريا الجغرافية والاجتماعية محمد الخضر دمشق الميادين